تحياتي في قبل نهائي كأس العالم 2014 كان في مباراة باستنها الجميع مباراة ألمانيا والبرازيل مباراة أهم فريقين في تاريخ كأس العالم من حيث الأرقام في نصف نهائي كان سيؤدي لتأهل البرازيل تلعب النهائي على أرضها والتعوض من ديال الخمسين الحزين أو تخلي ألمانيا تلعب النهائي لأول مرة من 2002 وتنتقل من البرازيل اللي أخذت من هذلك اللقب نتيجة هذه الظروف نتيجة أن الفريقين عم بملكوا تاريخ كبير الجميع كان بيتوقع ندية قتالية مباراة التوقف على جول هون أو هون لكن اللي حصل عكس تقريبا كل اللي توقعوا البشر في كرة القدم اللي حصل أنه ألمانيا سحقت البرازيل في ملعبها 7-1 بنتيجة ما بيتوقحها لا عاقل ولا مجنون مباراة لما ترجع تقرأ الأخبار اللي قبلها تصريحات المدربين اللاعبين حماس الجماهير بالسوشال ميديا بتتفاجأنا خلصت بهذه النتيجة نتكلم عن بطل العالم خمس مرات بواجه بطل العالم ثلاث مرات وأكثر من توج أيضا في أوروبا نتكلم عن مباراة فعليا بين أقوى قوتين في تاريخ القارتين أمريكا الجنوبية وأوروبا قبل المباراة كان في برازيل جدل كبير وحرب إعلامية ضد لاعب كلهم بإسمه زونيغا لأنه ارتكب خطأ على نيمار تسبب بحرمانه من مباراة نصف النهائي بسبب الإصابة وكان فيه كلام أنه تلك الإصابة كانت خطيرة ممكن تؤدي لشلل نيمار وهنا كان فيه انشغال ذهني عند البرازيليين بهذه المسألة كمان كان عم بتوقف أهم مدافعيهم دياغو سلبا بسبب الإنذارات والثنائي كان فعليا مركز ثقل منتخب البرازيلي واحد هو أساس الدفاع وتنظيمه والثاني أساس الهجوم وقياة الهجمات والإبداع فيها وفي ألمانيا دخلوا المباراة وكان عندهم هدف مهم جدا كلاوزي يسجل هدف ليش؟ لأنه بهذا الهدف لو سجله سيصبح الهداف التاريخي لكأس العالم وراح يكسر رقم رونالدو البرازيلي في أرض البرازيل وضد البرازيل في حين كان رونالدو قد كسر رقم جيرد مولن التاريخي كهداف كأس العالم في أرض ألمانيا فحيكون فيها تصفيت حسابات وزياد شوي أنه الهدف يجا فيكم يا برازيل كلاوزي كان عنده 15 هدف تماما مثل رونالدو وفي تلك المباراة فعليا حقق المطلوب وسجل هدف كسر فيه الرقم القياسي للظاهرة كان على سكولاري أنه يختار لعبين بدل نايمار و تياغو سيلفا فاختار دانتي وبرنارد دانتي كان معروف لأنه بيلعب مع بايرم يونيخ في حين برنارد كان لعب فيه منه توقعات كبيرة لكن كان موجود مع شختار المباراة استقرقت فعليا 29 دقيقة مش 90 أبدا لأنه بالدقيقة 29 كانت النتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء ومن الدقيقة 23 إلى 29 سجلت ألمانيا 4 أهداف وهذا رقم قياسي عبر تاريخ كأس العالم أنه فريقي سجل 4 أهداف في 6 دقائق وبالتالي ألمانيا كسرت بهذا الرقم رقم قياسي كانت تحمل النفسة من سنة 54 لما سجلت 4 أهداف في 7 دقائق في شيباك سويسرا ومن الخمس أهداف اللي سجلتها ألمانيا كان هدف كلاوزي فكأنك بتقول للبرازيليين أخذنا منكم كل شيء بيوم واحد أخذنا منكم كأس العالم الحالي طلعناكم بوقت قصير أخذنا منكم الرقم القياسي وفعليا أفقدناكم احترامكم لفكرة أنه منتخبكم ما في مثله في كرة القدم وأيضا ألمانيا حققت رقم قياسي خلال ذلك سجلت هدفين بـ 69 ثانية عبر توني كروس ليكون أسرع لاعب بسجل ثنائية في كأس العالم من كثر الصدمة يقال أنه نايمار اللي كان يشاهد المباراة من بيته سكر التلفزيون بعد نصف ساعة وذهب ليلعب البوكر بعد 29 دقيقة نتيجة 5-0 البرازيليين ما كانوا يفكروا كيف ممكن نرجع كانوا يفكروا شو ممكن يصير فيهم لأنهم يعرف أنه ألمانيا في الملعب ما بترحم لما تكون قوية كانوا مرعوبين النتيجة تكبر كتير واللي بزيد الرعب أنه المنتخب البرازيلي ظهر ميت متوفي على أرض الملعب لا يتحرك والجميع صار يشوف مأساة أكبر من مأساة خسرتهم مونيديان الخمسين في ملعب مركانة أمام الأرجوين رغم قياسي كان للبرازيل في ملعبها مش خسراني من 62 مباراة أنت بتيجي تكسروا وتدمروا بيوم وليلة وأكبر خسارة إلها في تاريخ كأس العالم كان نهاية 98 مع فرنسا ثلاثة مقابل لا شيء تيجي تقول لي بدي أهزمك الخمسة وستة الآن في 29 دقيقة جعلت ألمانيا البرازيليين ينسوا كل شيء ينسوا تاريخ الظاهرة بيليه كل شيء وصار يشوف فريق متوفي على أرض الملعب في ملعب وفي نصف نهاية كأس العالم في مونيديان كانوا يتمنوا يفوزوا فيه وفوق كل هذا كانت ألمانيا في طريقها لنهاية المونيديان الثامن يعني فعليا بتكسر رقب قياسي آخر للبرازيل ومع هذا الرعب اللي عاشه جمهور البرازيل في تقائق قليلة كانت ألمانيا بتفكر بشيء ثاني كانت تفكر في جماهير منتخب البرازيلي في شعب البرازيلي وقررت فعليا تهدق اللقاء باعتراف أكثر من لعب ألمانيا ألمانيا سيطرت على الكرة بالشوط الثاني ما سجلت أهداف ما كانت تحاول تسجل البرازيل كان لها بعض الفرص وألمانيا سمحت لها ربما تهدد أو تسجل هدف هون أو هون لكن ما كانت قادرة تحول الفرص لأهداف بس ثم جاء البديل شورلي وسجل السادس والسابع ليكون منظر النتيجة على الشاشة شيء غريب شيء مش متوقع شيء بتشوفه في أفلام الكرتون أو البلاي ستيشن بس ألمانيا سبعة البرازيل لا شيء في أرض البرازيل لا الألماني يمسدق ولا البرازيل يمسدق ولا المحايد يمسدق حتى لو البرازيل لعبت في فريق الشباب صعب تخسر سبعة مقابل لا شيء وأنا لما صارت النتيجة سبعة مقابل لا شيء بذكر شخصيا أنا مش هتجع ألمانيا كتبت على السوشال ميديا إنه عيب عيب يعني بالأخير أنت فزتوا تأهلتوا اتركوا الناس بحالهم خصوصا إنه إحنا بيعرف قداش كرت القدم بتمثل للشعب البرازيلي شيء مهم جدا شيء ممكن يتدمر مزاجه يتدمر حياته لما يشوف شيء كارتي زي هيك الجميع هو بيشوف هاي النتيجة كان عم بيشوف ألمانيا بتهزم الأرجنتين مش بس البرازيل مستحيل فريق يفوز سبعة يروح خسران المباراة بعديها مثلا خاصة المحايا القوة وعلى البرازيل وفي ملعب وشيء صعب جدا تتخيل ألمانيا تفرط بكأس العالم بعد ذلك ما كان الجميع يتوقع أن الأرجنتين حتتقلق صعوبات تكتكية رهيبة جدا لألمانيا وكانت حتحتاج ألمانيا لوقت إضافي وهدف قدزة عشان نجيب اللقاب طبعا أوسكر سجل هدف وصارت النتيجة سبعة واحد والغريب جدا لما أوسكر سجل هدف أنه ركضوا حمل الكرة من الشباك كأنه بيقول يلا نلحق النتيجة مباراة كانت خاصة ومباراة كانت في آخر الدقائق فيها كانت تصرف بدلة قداش اللاعب عايش بشيء مش فاهبه هو يعني مش قادر يستوعب شو بصير ردت فعل الجماهير معظمها ما احتفلوا تقريبا بالكاميرا رصدت فتاة واحدة بتقفز وعلى الأغلب تقرب لأوسكر لأنه ما في معنى تحتفل بهدف والنتيجة سبعة واحد جميع اللاعبين البرازيليين طلعوا برسائل اعتذار وطلب رحمة وطلب مكترة من الجماهير ديفيد لويز جوليو سيزار وغيرهم الدموع كانت في كل مكان في البرازيل المدرجات لبيوت الملحب هذه المباراة تقريبا هي اللي أنهت مسيرة مارسلو الدولية لأنه بأكثر من هدف كان عم نتم وروقته وخداعه بشكل ساذج بسيط جدا أيضا هذه المباراة أنهت مسيرة دانتي الدولية سكولاري أيضا قرر الاستقالة واسمه خفت كثير قبلها كان هو مركز الأمان البرازيلي الآن ما عاد حدا ممكن يوثق فيه هوملز طلعوا اعترفوا قال أنه إحنا بالشوط الثاني اتفقنا مع بعض كلاعبين أنه ما نظلنا شادين ونسجل أهداف أكثر بكفي بس نسيطر نظلنا مركزين وحذرين لأنه كرة القدم بنظلها كرة قدم يواكيم لوف لما سألوه عن السبب قال توتر البرازيليين كانوا متوترين جدا واستفدنا من هذا التوتر وهزمناهم أيضا مدرب كمل وقال العالم كله رح ينسى نتيجة سبعة واحد لو يخسرنا النهائي اليوم ما صار شيء اليوم العبنا الشوط الأول الشوط الثاني مع الأرجنتين فليب لام طلعوا قال أنا ما كنت مطمئن والنتيجة عم تكبر لأنه بظلها كرة قدم بس كمان أنا مش سعيد بهذه النتيجة لأنه أهدافنا جاءت من أخطاء بسيطة ما بيرتكبها فريق فيه نصف نهائي كأس العالم الموضوع كان كبير في البرازيل لابست وأنه رئيسة الدولة دلماروسيف اضطرت تغرد على تويتر وتقول أنا حزينة مثل الشعب البرازيلي كله بعض شوارع البرازيل ومناطقها شهدت أعمال شغب مظاهرات حرق محلات وسطو على محلات تجارية أيضا شبكة جلوب البرازيلية قالت لك إحنا أثناء البث كل قول ألماني كان يجي كان يتركونا ملايين البرازيليين ما يكملوا حضور في حين ألمانيا وقتها حققت رقم قياسي بالمشاهدين لمباراة في كأس العالم بعدين تم تحطيمه لما واجهت الأرجنتين الهزيمة هذه خلت كلمة تدخل اللغة البرازيلية اللي هي بيستخدموها البرازيليين وهي كلمة سيتي أوم والكلمة اللي بتعني سبعة واحد فلما واحد يهزم واحد بنتيجة كبيرة في لعبة بلاي ستيشن أو شو ما كان بيقوله هادي سيتي أوم يعني ساحقة صحف البرازيل تقريبا اتفقت على نفس العنوان العار الأكبر في تاريخ البلاد والمصيب الأكبر للبرازيليين أنه هاد الهزيمة لم تكن النهاية بل كانت تعني أنه ألمانيا ستواجه الأرجنتين وتعني أنه مارادونا وأسطورة مارادونا أنه ممكن ترجع تخوفهم وترعبهم ويفوزوا بكأس العالم على بلادهم فكانوا البرازيليين أمام حالة نفسية صعبة مطالبين يشجعوا اللي سحقهم وألحق العار بتاريخهم الكروي حتى ما يصير في عار جديد أنه الأرجنتيني تجيب الموليديال على أرضك الجمهور البرازيلي بغانبيته قرر يشجع الألمان لأنهم شافوا أنه هذا خلص يعني المصيبة صارت ما في داعي نعمل مصيبة تانية وظهرت صور لرجل يعني كبير بالأمر كان يشجع البرازيل وهو يسلم كأس العالم لمشجعين ألمان ويقولهم حافظوا عليه ما يخدوه جماعة ميسي ألمانيا بعد ذلك فازت بكأس العالم لكن يبدو أن هذه النتيجة السبعة واحد وثم الفوز بكأس العالم في أمريكا الجنوبية خلقت نوع من الإشباع المفرط لبعض اللاعبين هذا المنتخب واللي ما زالوا مستمرين مع المنتخب حتى الآن وبأثروا على نتائجه بشكل كارثي خرجوا من الدور الأول في موليديال الثمنطعش وموليديال الثنين وعشرين موليديال الثنين وعشرين بالوضع الطبيعي ألمانيا لو شاركت بالتشكيل الاحتياطية بتأهل من الدور الأول وموليديال الثمنطعش ألمانيا كانت عم تلعب بلا أي تركيز أو تفكير كرة قدم شيء غريب جدا ويقال أن بعض اللاعبين اللي فازوا بموليديال الثنين واربعة عشر خلال موليديال الثمنطعش كانوا مقابلينها بلايستيشن للصبح قبل المباريات شعروا بأنهم أتموا كرة القدم والابتحاد الألماني يبدو أيضا شعر بذلك فتراجعت ألمانيا كثير لكن أيضا البرازيل فقدت هيبتها الكروية منذ ذلك الحين أخذت وقت طويل لعنما رجحت اتماسكت وقدمت كرة قدم مقبولة وبالتالي هذه النتيجة ربما تكون قد ما أعطت ألمانيا كأس العالم زي ما أخذت منها فترة طويلة من مسارتها الكروية وبنفس الوقت هزت البرازيل هزة طويلة الأمان والرهان الآن إنه أنشلوتي يعمل شيء ويرجع الثقة للعلم نتيجة السبعة واحد ما مشت هيك بدون سبب يعني فيه طلع أكثر من نظرية مؤامرة ولا واحدة فيهم عليها دليل كلهم نظريات بائسة بس محاولة تبرير شيء مفهمنا مثلا البعض طلع قال أديدس هي اللي رتبت أمور النتيجة لأنه بدها ألمانيا والأرجنتين أديدس في نهاية كأس العالم طبعا لا قرار تحكي بخطاء ولا تصرف غير طبيعي في الملعب عشان ينحك هذا الكلام أيضا طلع قيل أن الحكومة الألمانية قامت برشوة عدة لاعبين برازيليين من أجل المباراة وهذا الكلام طبعا بدون دليل وملهوش أي معنى وهو كلام مستحيل للعابين بتقاضوا عشرات الملايين خصوصا أن الحكومة الألمانية مش محتاجة أنها تفوز بكأس العالم عشان توري نفسها والله إنها ناجحة لأنه الرياضة عندهم ليست معيار نجاح حكومي كل شيء اقتصادي التفكير الاقتصادي هناك بس النظرية الأعجب والأغرب اللي هي طلع فيها أحد الأطباء وتكلم عبر أحد الصحفة برازيلية المغمورة وقال تم وضع مخدر للخيول في مياه لعابين برازيل عشان هيك كانوا مستسلمين الشباب مستريحين في المباراة هم يطلقوا أهداف وهذه طبعا نظرية لا تمثل الواقع بأي صلة بصراحة الأكثر من ذلك ربما من المنتخب برازيلي بكأس العالم 2014 ما كان قوي لو تدخل بكل تفاصيل مبارياته كان منتخب ركيك قابل للهز مع كرواتي تأخر بالنتيجة ثم عاد ثم تعادل مع المكسيك ومع الكاميرون بعد ما تقدم رجعه بالنتيجة ومع تشيلي تأهل بركلات الحظ وكان فيه فرص لتشيلي ممكن تطلعوا من كأس العالم ومع كولومبيا فازوا 2-1 بأهداف سنجلها مدافعين أساسا المنتخب فعليا كان عنده بالهجوم بس نايمان حقيقة بس لعب واحد والباقين كانوا أسماء عم بتحاول في أرض الملعب هذه الركاكة في المنتخب كانت قابلة الانهيار بأي لحظة لأنه من أول لحظة وهذا المنتخب متوتر وبيبكي في كل مباراة تقريبا طبعا فيه واحد هولندي بعد المباراة اشتهر كثير في الإعلام وقتها لأنه تحول لمليونير بسببها كان مراهن بستة لاف دولار على نتيجة سبعة واحد لألمانيا فتحولوا ستة لاف دولار لما يقارب المليون وثلاثمئة ألف ولما سألوه كيف توقعت هيك قالهم لا ولا ما توقعت ألا كنت تحت تأثير الخمول بشكل عجيب غريب فحطت هاي النتيجة عوزن مستحيل حدا يتوقع هيك نتيجة إلا اللي فاقد عقله طبعا هذه الأموال تحت القمار بنعرف جميعنا ما فيها أي بركة انتشرت بعد المباراة خريطة حلارية تعتبر فضيحة للمنتخب البرازيلي أكثر شي في نص الملعب أكثر شي في منطقة السنتر هنا البرازيل انتشرت ويتمرر الكرة والسنتر تعطيها الألمانيا وتقولهم اتفضلوا العبوا ملعب منيراوي اللي صارت فيه نتيجة كان ملعب محترم في البرازيل بتفاعلوا فيه بس بعد ذلك أصبح هذا الملعب يعني فيه لمحة شؤم عليهم فيه لمحة عدم تفاؤل فيه هذا الملعب اللي سقطت فيه البرازيل سقوط ما صار قبله وممكن ما يصير بعده وبعد ما هدية الأجواء اختفت نظريات المؤامرة وأصبحوا الناس يتكلموا عن الأسباب اللي خلقت هذه الخسارة أولا غياب نيمار غياب نيمار جعل البرازيل بدون أي فكرة هجومية لأنه كان هو الهجوم فحلا يعطوا الكرة وهو يدبر نفسه ما كان في ذلك التكتيك الجماعي الرهيب للبرازيل غياب نيمار أيضا هز ثقة المجموعة بنفسها بنلعب بدون بطننا بدون نجمنا فما عرفوا شو يعملوا بأرض الملعب فكان منتخب بيبسك الكرة ومش عارف وين يروح أيضا البرازيل حاولت تعمل شيئا تلعب بخط دفاع متقدم شوية حشان تقلب مساحة استحوان ألمانيا لكن عملته بدون ما تعمل ضغط حقيقي على لعبين ألمانيا فهذا كان يخلي خط دفاع متقدم لعبة وسط ألمانيا وخصوصا المبدع في ذلك اللقاء توني كروس بتحرك بكل أريحية فكان يتم ضرب البرازيليين بكرات سريعة ثم تدخل الكرة منطقة الجزاء عادة بمواقف واحد لواحد والألماني بيراوغ البرازيلي وبيسجل والسبب الثالث كان انهيار نفسي ذهني مؤجل وبقول مؤجل لأنه من مباراة تشيني والبرازيليين شخصيتهم مش عاجبيننا من وقت لشيد الوطني تاع كل مباراة وشخصيتهم مش عاجبيننا الشباب بروع عمين الشباب متوترين كان كل اللي ناقصهم ألمانيا تسجل هدفين عشان هذا الرعوب ينفجر على شكل فريق ميت في أرض الملعب واللي شفناه في مباراة ألمانيا والبرازيلي التاريخية واللي انطلبت قصتها أكتر من مرة بالتعليقات عشان هيك عملناها اليوم وكنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله